شكرا عبود وهلأ رح ننتقل معاكم إلى الفقرة القانونية اليوم نتحدث عن قانون المطبوعات والنشر من ناحية حيثيات هذا القانون بما يتعلق بحقوق وواجبات الصحفيين نتحدث أكثر بهذا الموضوع مع المحامي إسلام لسمادي صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا بك أهلا شرفتنا يعني قانون المطبوعات والنشر إذا نحكي عن أصول هذا القانون من وين إجا وإذن شو هي حيثياته أول شيء أشكر قناة رؤية على هذه الفرصة اللطيفة التي سنحت لي قناة رؤية شهادت فيها مجروحة من حيث مصداقيتها ونزايتها جواب على سؤالك ستي قانون المطبوعات والنشر حاله كحال جميع القوانين يجب أن تكون مستمدة من الدستور نعم يجب أن يكون أصلها دستوري يعني قانون المطبوعات والنشر له حالة خاصة لأنه يتحدث عن حق نص عليه الدستور صراحة نعم نص في المادي 15 الدستور الأردني على حق الدولة وواجب الدولة في أنها تكفل حرية الرأي والتعبير للأفراد بحيث يحق لهؤلاء الأفراد التعبير عن رأيهم بشتى الوسائل بشرط عدم مخالفة وتجاوز القانون إذن الدستور أطر للحق ووضعه ثم جعل مهمة تأطير هذا الحق وتوضيحه للقانون من هنا جاء قانون المطبوعات والنشر ليحدد هذا الحق ويبين تفاصيله بشكل صحيح قانون المطبوعات والنشر تناول الوسائل التي تضمن هذا النشر أو التي يتم بمجبأة هذا النشر من حيث تناوله لما يسمى بالمطبوعة فقلت لك أنه اسمه قانون المطبوعات والنشر فعرف القانون شو هي المطبوعة وبين شو أقسامها وبين شو شروطها وبين شو شروط تسجيلها وكيفية ومتطلبات تسجيلها والجهة التي توافق عليها بحيث لا يجوز ممارسة أعمال النشر إلا من خلال مطبوعات مسجلة وحدد القانون طرق ووسائل هذا التسجيل وكافة التفاصيل التي تتعلق بذلك بما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر وحقوق الصحفيين نعرف أن هناك العديد من الحقوق المشروطة للصحفيين وأيضا الواجبات المنوطة بهم من ناحية مسؤوليتهم الصحفية والنزاهة بمجال عملهم بالصحفي هل قانون المطبوعات والنشر حما حقوق الصحفيين وإذا حماها كيف؟ نعم ستي قانون المطبوعات والنشر ليس وحده الذي نص على حقوق الصحفيين نحن الصحفيين هم فئة مهمة من المجتمع الأردني أنا أعتبرهم أكثر الجهات رقابة على مؤسسات الدولة وعمال الدولة فجاء قانون المطبوعات والنشر كأحد التشريعات التي تعنى بالصحفيين وبحقوق الصحفيين نعم وبذات الوقت وبذغمه ويجب أن لا ننسى أنا أعطيك حقا ويجب أن أضع محددات لهذا الحق وأن أذكر لك المحظورات فجاء قانون المطبوعات والنشر بتوأم مع قانون نقابة الصحفيين وكلاهما استند أيضا إلى ما يسمى بمثاق الشرف الصحفي نعم المثاق أعتقد اسمه مثاق الشرف الصحفي بحيث جعل جميع الصحفيين مرتبطين بهذا المثاق وبهذه النصوص التشريعية الواردة في قانون مطبوعات النشر وقانون نقابة الصحفيين فمثلا من الحقوق المنصوص عليها للصحفي في قانون المطبوعات والنشر أن أعطاه مكنة حضور جميع الاجتماعات العامة مثلا لمجلس النواب ومجلس الأعيان وغيرها من الاجتماعات العامة أيضا كفل القانون للصحفي بأن تسهل مهمته من قبل جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية يعني على جميع الجهات الرسمية أن تحترم هذا الصحفي وأن تجيبه على أسئلته وأن تمكنه من المعلومات التي يطلبها وأن تجيبه على أسئلته أيضا كفل القانون حماية مهمة الصحفي بأن جعل مهمة الصحافة مشروطة ومحصورة بفئات الصحفيين الصحفي هنا حتى يصبح صحفي هناك شروط معينة نص عليها قانون نقابة الصحفي يعني مثلا هذه الحقوق موجودة لم يسائل الصحفي القانون لم يسائل الصحفي على أعماله ما دامت لا ترقى إلى المخالفات الجزائية المنصوص عليها سواء في قانون المطبعات والنشر أو في قانون العقوبات أو سائر القوانين الأخرى إذن الصحفي له حماية وله مكنة شرعها له القانون أدي قانون المطبعات والنشر عم بيحفظ حقوق الصحفيين كما يحفظ أيضا واجبات الصحفيين يعني أدي هذا القانون عم بتطبق على أرض الواقع بما يختص بحقوق وأيضا واجبات الصحفيين والله يا ستي هو القانون الأردني بشكل عام يتسم بالتوازن فعندما يتناول موضوع حقوق الصحفي تناوله بشكل مفصل وبشكل واضح أديش كفل هذه الحقوق أنا بقدر أحكي لك أنه كفلوا إياها بشكل تام بشكل كبير وليس فقط قانون المطبعات والنشر الذي كفل هذا الحق أيضا قانون نقابة الصحفيين كفل له هذا الحق أيضا وهذين التشريعين تحت مضلة الدستور الذي كفل له أيضا هذا الحق ولكن شرق أن يكون صاحب هذا الحق ملتزم بهذا الحق بحيث لا يتجاوز نصوص القانون التي أوجدها المشرع لحماية حقوق الآخرين لأن حق الصحفي يختلف عن بقية المهن الصحفي مهمته تتعدى إلى الآخرين فيجب أن تمارس مهمتك ومهنتك بحدود حرية الآخرين وبما لا يشكل اعتدان على حق حرية الآخرين نحن نحكي الآن على المحذورات التي لا يجوز للصحفي القيام بها بخصوص حقوق النشر التي نظمها القانون المشرع الأردني في قانون المطبوعات والنشر وضع كثير من المحذورات على الصحفي أو بشكل عام على المطبوعة طبعا المطبوعة يجب أن يكون مالكها المطبوعة الدورية أو المطبوعة الصحفية يجب أن يكون مالكها صحفي فعندما نتحدث عن المطبوعة نتحدث عن الصحفي فمثلا القانون منع المطبوعة أو منع الصحفي من أن يتلقى أي مبالغ من جهات خارجية أو داخلية بخلاف دخله الذي تقضى من المطبوعة يعني أنت ممنوع أنه أنا أدفع لصحفي مبلغ من المال من أجل أن يكتب عن شيء معين بشكل مصلحة شخصية هذا موضوع مهم أيضا المحذورات التي على الصحفي يجب أن يتحرى الحقيقة ويجب أن يتحرى الدقة ويجب أن تكون مصادره مصادر مأمونة بحيث لأن الصحفي يا ستي لما يكتب في المطبوعة وينشر المقال إن كان ينشر رأيه الشخصي فهو سوف يعمم على الجميع فأنا كفرد عادي ما ذنبي أن تلزمني برأيك وما ذنبي أنك أنت تتعرض لحياتي الشخصية مثلا ما دمت أنا لست شخصية عامة ما ذنبي أنك أنت تتعرض لحياتي الشخصية فإذن المشرع وضع عدة محذورات على الصحفي بأن تكون معلومته مأمونة وصحيحة ويتحرط دقة فيها وأن لا يتعرض لحريات الآخرين بشكل مخالف للقانون أيضا الصحفي عندما يكتب قد يتناول مثلا علاقة الدولة في دول أخرى دول شقيقة دول عربية دول صديقة هذا سوف يؤثر على علاقات الدولية حتى هذا الموضوع اعتبر جريمة في قانون العقوبات بأنه كل من نشر في المادة 118 أعتقد أنه قانون العقوبات كل من نشر كل من نشر مادة صحفية لم تجيزها الحكومة من شأنها مش أثرت من شأنها أن تؤثر على علاقة الأردن في الدول الشقيقة أو الدول الصديقة أو تتطبط معها بمعاهدات أو تؤثر على حقوق الأردنيين أو على مأمنهم أو على سلامتهم يعاقب وهذه عقوبة كانت عقوبة مغلظة بخدود خمس سنوات خمس سنوات هذا في قانون العقوبات وبالنسبة للأقلام المأجورة التي يتعرض فيها الصحفي لإبتزاز هذا مصطلح الأقلام المأجورة هو ليس مصطلح قانوني يعني فبالتالي أنا لا أتحدث عنه لأنه أنا أتحدث بمفهوم القانوني الأقلام المأجورة هي تدخل ضمن حظر تلقي الصحفي أو المطبوعة لأي مبالغ مالية من جهات خارجية أو داخلية نعم فالذي يخالف ذلك تسمى بالمستوى الصحفي تسمى أقلام مأجورة أما قانونا هو حظر تلقي الصحفي أو المطبوعة لأي مبالغ مالية بخلاف طبعا مستحقاته من المطبوعة التي يعمل لديها تمام طيب إذا نرجع نحكي هيك سريعا بالختام عن الانسجام والتوافق بين قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين أديشهم مع بعض وأدي القانون يعني متساوي أو موازي كل كل واحد للآخر خلينا نقول هلأ قانون المطبوعات والنشر تناول عدة أمور خلاف الصحفي والصحفيين تناول المطبوعات وآلية التسجيل والعقوبات وكذا وكذا قانون نقابة الصحفيين تناول الصحفي بحذ ذاته وشروط انتسابه للنقابة والمحظورات التي عليه وحقوقه وما إلى ذلك إلا أن سمت هذين القانونين برأي الشخصي أنهم يسيران في مسار واحد ويخرجان من بطقة واحد اللي هي حماية حقوق الصحفيين وتأطير عمل الصحفي فبتشوفي المحظورات الموجودة في قانون نقابة الصحفيين تقريبا هي ذاتها الموجودة في قانون المطبوعات والنشر متشابهة إلى حد كبير ختما أحمدنا تشكرك محامي إسلام السماضي شكرا إلىك ويعطيك الفعافية أنا كثير بشكري أنا كثير بشكري شكرا إليك يا ستي وشكرا لقناة رؤية تسلم يا ستي شكرا للمتابعة ما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى التابعوا كل جديد